السلام عليكم أصدقائي في هذا المثال رح نشوف كيف نرجع functions من functions أخرى يعني كيف تعمل return to functions from functions طبعا رح أعمل مثال نوضع هذه الخاصية اللي بسموها nested functions داخل الـ function يعني كأنه فيه function جوه function كيف ممكن نعملها وشو فيه مثال يعني نقطة هيك مثال عاملية عليها طبعا سأقوم بعمل function سأسميه دي لوج طبعا ايش دي لوج يعني بدي أعمل debug debug يعني مصطلح في البرمجة منعني فيه إنه بدي أتبع الكود فبدي أعمل دي لوج فنكشن اسمه دي لوج هذا الفنكشن رح يكون فيه نستنج يعني داخل الفنكشن رح يكون فيه function طبعا احنا بالعادة مثال فنكشن هذا فنش بأخدش أي argument ممكن نرجع مثال كما من نوع string طبعا هذا المثال احنا نعرف شو يعني لما الفنكشن يكون بهذا الشكل لكن لما يكون الفنكشن فيه داخل فنكشن يعني الفنكشن موجود حاليا عندي برجع مثال ممكن نتعمل return لما يكون الفنكشن فيه داخل فنكشن بدك تلعب فيه الارجومنت الخاص بالفنكشن يعني على سمي مثال في المثال الموجود عندنا هون دي لوج هالفنكشن رح يرجع string لكن برضو الفنكشن هذا فيه function داخله بتنفذ بعدين برجع اوكي فهي منعني فيه لما الفنكشن رجع فكيف بدك تنفذها بدك تيجي هون تعطي الفنكشن ايش بوخد الفنكشن اللي عندك ايش بوخد فان الفنكشن اللي رح يكون عندي رح ياخد argument من نوع string وراح يرجع وراح يرجع اه argument من نوع string اوكي وراح يرجع argument من نوع string اه فهي يعني هاي كان فنكشن برجع فنكشن والفنكشن برجع الفنكشن يعني الفنكشن اللي في النص الموجود هو الفنكشن الثاني اللي لازم ينبنى عندي هون حاليا مش مبني فنتيجة ترجيع الفنكشن اللي حاليا مش مبني هي رح تكون النتيجة النهائية للترجيع فبساطة جدا جوا الفنكشن الاول رح عمل فنكشن ثاني رح سميه log اوكي والفنكشن هذا رح ياخد string اوكي رح ياخد وبعد ما ياخد الرجع طبعا اوكي بعد ما يرجع هذا الفنكشن رح نطبع اه string داخله بعدين رح اعمل الرجع بس بدي ارجع مثلما اطبع اوكي طيب انا حاليا بدا زي ما انتباع احنا من رجع فنكشن هاي رجعنا فنكشن طيب والفنكشن هذا برجع برضو string فلازم ترجع هون تعمل خطيت اس هو هاي زي ما احنا عملي مش رح يزبط لانه اس وي مش موجودة هاي فنكشن الجوه مش في الفنكشن الكبير فه احنا بدنا رجع متغير فنكشن فعشان تخلي فنكشن رجع فنكشن اه اه انادي الفنكشن بتعمله log اه الهو return الى فنكشن رجع فنكشن فبدك تنادي ترجع الفنكشن return للوق طبع ايش اللوق اللي هي الفنكشن ها الموجود عندي بهذا الشكل فهاي هي ببساطة جدا كيف ممكن تخلي فنكشن اه رجع فنكشن هلا اذا بتيجي عندي هون مثلا بدك تنادي الفنكشن كيف ممكن تنادي الفنكشن اه ممكن تيجي تعرف اه متغير اوكي تسميه مثلا my اه my log اوكي ساوي اه اللي هو ببعض الشكل هلا عشان تعطي القيمة انت عرفته هيك انت عرفت الفنكشن اللي بيحتوي الفنكشن اوكي اللي هو اسمه اللي بدك تمرر قيمة الفنكشن الداخلي كيف بدك تيجي تسمي وتعطيه ال الارغمان فبعطيه مثلا ايام احمد ناصر فم انكارمي دقا ف لما تيجي تنادي الفنكشن موجود عندك هون تلاحظ انو تيجي بس هون بعطيك argument ف اه ايش الحل الموجود عندي هون بدأ انا كاتب هون دي لوج المتغير اللي احنا عملنا فهي خربطة اوكي فبتعرف ايكل دي لوج وهنا بتيجي ماي لوج اللي هو الداخلي هون تيجي بتعطيه المسج البدكي ماي لوج فهيك انت راح تطبع المسج اللي شايفين هون اوكي اوكي تيجي تطبع هون مثلا اه هون هون تيجي تطبع اشي تسمي مثلا لوج فهيك انت راح اه يعني تصير تطبع هاي الجمدة زي ماينا شايفين هاي لوج ايم احمد ناصر فون انكار امي دالك فهيه بشكل عام اصدقائي كيف ممكن انه اه نعمل function يرجع function كيف نعرف اه function اه وكيف ننادي عن طريق اعطاءه قيمة زي ما احنا شايفين هون فاول اشي اه بعرف الهو اه بعدين بقدر اعطيه قيمة زي ما احنا شايفين هون عن طريق اه اعطاءه الكيمة المتغير فانا هو معرف constant اوكي بسميه log وهون زي ما شايفين عاملين بالتالي بالتالي راح اقدر اندل فهي خطوتين بعرف constant الخاص بال بعدين بعمل زي ما احنا شايفين فهاي طريقة اللي احنا شرحنا فيها في السابق اللي هي كيف ممكن انه يمكنك احنا شغلة حلوة كثير اه وراعا جدا في لغة Swift 3 مره اخرى اصدقائي بشكوكم بديد المتابعة ومعدة معكم محمد ناصر من انكارمي دقا